ولمعلومات أكثر حول هذا الموضوع من كوفنتري ينضم إلينا الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المركز السوري لحقوق الإنسان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عفوا وبعد قليل أيضا من الشهباء ستكون معنا السيدة زلوخ بكر الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين أستاذ رامي عبد الرحمن بداية مرحبا بكم على شاشة روناهي أهلا بكم أهلا بك ما الجديد بخصوص عمليات التغيير الديمغرافي في الشمال السوري المحتل وخاصة مدينة عفرين نوسى زرامي نعم طبعا نحن في إطار إصدار تقرير مفصل عن قضية التغيير الديمغرافي يوم غدا لتسكير المجتمع الدولي بأن عملية التغيير الديمغرافي تجري في عفرين برعاية منظمات ممولة من دول غربية وعربية تحت إطار المساعدات الإنسانية لإسكان المهجرين السوريين من مناطق جغرافية مختلفة كريف دمشق كجنوب سوريا كحمص في إسكانهم بمناطق بأراضي نجل استيلاء عليها من قبل هذه المجموعات التابعة للإتلاف السوري المعارض للحكومة المؤقتة التابعة للإتلاف المشروع كويت الرحمة هو ليس المشروع الوحيد الذي يجري إن شاءه في عفرين هناك معلومات عن موجود 28 مشروعا على الأقل يجري بنائها أو العمل على بنائها في منطقة عفرين بشكل كامل سواء في جنديرس سواء في راجو أو قرب عفرين في عدة مناطق يكون هناك مشاريع إسكانية البعض يسميها استيطانية لكن نحن عندما نتحدث عن هذه المشاريع هذه المشاريع لو كانت أهالي عفرين غير مهجرين منها وجرى بناء مخيمات لهؤلاء المهجرين لا دير في ذلك الأمر يتعلق بتهجير سكان عفرين الأصليين من قبل قوات الاحتلال التركي والمجموعات الموالد التركية التي قتل منها إسنان قبل قليل باستهدافهم في منطقة عفرين لإقامة مشاريع التغيير الديمغرافي حقيقية برعاية الحكومة التركية برعاية الائتلاف السوري المعارض وبرعاية الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف وهنا دور المرصد والمنظمات الحقوقية مباشرة بمجرد الحصول على معلومات مؤكدة عن هذه المشاريع مراسلة المرصمات الداعمة من أجل إيقاف هذه المشاريع التي تهدف إلى تخريص عملية التغيير الديمغرافي في عفرين أسترامي معدى الجمعيات الكويتية والقطرية هل هناك معلومات بخصوص مشاركة دول أخرى في بناء هذه المستوطنات أم محاولات تركية أم ما يسمى الائتلاف لاستقطاب دعم أوروبي ربما لبناء هذه المستوطنات بشكل قطع بشكل قطع ولكن نحن بالنسبة للدول الأوروبية نحن نترصد هذا الأمر على الرغم من المحاربة التي نتعرض لها من قبل مرزمات حقوقية سورية تدعي بأنها تعمل من أجل الشعب السوري بينما هي تعمل لجناح من الشعب السوري تقوم بمحاولة إيصال معلومات للدول الأوروبية بأن هذه مشاريع لمساعدة اللاجئين بينما الواقع هذه مشاريع لتوطين اللاجئين في عفرين وأحداث عملية تغيير ديمغرافي نحن في أوروبا والدول الغربية نتابع هذا الأمر لكن أيضا في قضية بعض الدول العربية نقوم بتسليط الضوء الإعلامي على هذا الأمر كي لا تستمر هذه المرزمات بما تقوم به سواء في عفرين سواء في مناطق جغرافية مختلفة من الأراضي السورية التي يسميها السيد نصر الحريري بأنها مناطق محررة وشاهدنا كيف يكون التحرير بالقتل والاقتتال ضمن هذه الفصائل طيب أستاذ رامي هذه المشاريع تجري تحت مسمى العمل الإنساني كما ذكرتم ودعم هذه المناطق هل فعلا يمكن إدراجها في هذا الإطار أم هي عمليات تغيير ديمغرافي تقوم بها تركيا على الأطلاق لن تندرج بإطار العمليات الإنسانية كون بأننا نحن لاعلم قبل احتلال عفرين ماذا قال رجاطيب أردوغان قال نحن سنعيد سكان عفرين الأصليين إليها بينما الواقع هو هجر سكان عفرين الأصليين وقام بالمجيء بمهجرين من مراتب سوريا مختلفة لذلك أي عملية بناء مشاريع في عفرين تأتي ضمن عملية التغيير الديمغرافي ويعني دعني أقول لك كثير من المهجرين إلى عفرين هم مستائين من المعاملات التي يتعرض لها ما تبقى من كرد من سكان عفرين ولكن لا يستطيعون فعل شيء طيب أستاذ رامي هذه الأوضاع هل تتطلب إدراج هذه المناطق تحت وصاية أو مراقبة دولية لحمايتها من التغيير الديمغرافي والعمليات التي تجري فيها يعني دعنا نقول يجب على تركيا أن تتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال وتمنع عملية التغيير الديمغرافي عندما نقول تركيا قوة احتلال عليها يعني عليها تبعات قانونية أمام المجتمع الدولي لسالك تركيا لا تريد الاعتراض بأنها قوة احتلال في عفرين شكرا جزيلا لساز رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان كنت معنا من كوفنتري